أرحب بكم أعزائي الطلبة في لقاء جديد اليوم عدنا ثلاث أشياء مهمة هواي طلاب يركزون عليها وهواي طلاب يخطوون بيها اللي هي الزمن واللي هي الاسبكت والمود التنس والاسبكت والمود تنس الاسبكت والمود زين قلي نعرف شل المقصود بيهم وحدة وحدة أيضا عدنا تعاريفهم هم مهمة شوف عيني الاسبكت المقصود بيها هي أنه هل هذا الزمن منتهي أم غير منتهي يعني complete or not complete or progressive progressive يعني مستمر يعني بشكل عام ما أريد أطولها عليك شوف الاسبكت معناها بالضبط أن الفعل انتهى لو مستمر لو يعني غير معروف شوقت راح يصير الحدث هو هذا مقصود بي الاسبكت يعني مثال آخر خلي نطيق جملة ونطيق ووضح لك عليها مثال من أقول I played football خلص ذن هذه راح أقول عليها perfect يعني تمت أو من أقول أو ما رايك تسمونها complete نفس الشيء perfect أو complete نفس الشيء يعني انتهت أو من أقول I was teaching English إذن حدث بالماضي إذن الماضي كله يتنقول عليه perfect المضارع التام المضارع المستمر اللي يصير بالوقت الحالي نسميه progressive والوقت اللي غير معروف مثلا مضارع بسيط يعني مضارع بسيط ما نعرف شوقت يعني مو بالضرر على وقت محدد الجملة اللي ما لها وقت محدد نحنا راح نقول عليها indefinite يعني غير معروف يعني هو حتى بالكتاب بالكتاب يعني هل هو منتهي ألا هو قيد العمل يعني عملية حدوث الفعل هل هي منتهية أم على قيد العمل I am studying English أنا ده أدرس إنجليزي إذن هذي progress مستمرة زين ولكن من أقول I have finished my college انتهيت من دراستي انتهيت إذن complete إذن هو حسب المعنى وهذا هو يعني ورح تعرف هل هو الفعل إذن الفعل منتهي أم لا إذن عملية الاسبكت المقصود بها هل أن الفعل أو عملية الفعل تمت أو لعب أو مستمرة هذا خلص هذا موضوع الاسبكت نيجي إلى الزمن الزمن يعني المقصود بشنو هو مثل ما هو حدث مقترن بزمن يعني الحدث ما للجملة هل هو مضارع هل هو تام مستقبل يعني بس مجرد الزمن ما للجملة شنو بالضبط يعني الحدث إيش وقت صار مضارع تام مضارع بسيط يعني الزمن ما للجملة ينطيق الجملة ويريد الزمن ما للته هذا هو زين عيني هذا بالنسبة للتنس بالنسبة الموت طبعا الموت المقصود بيها الغاية من الجملة غاية الجملة شنية هل هي للإجبار يعني هل هي للضرورة هل هي للإحتمالية هل هي للأمر يعني الضرورة من الجملة هذا هو الموت الضرورة من الجملة وهواي إلى حالات وهواي إلى حالات اللي هو هل هو هل هو وطبعا هو بيئة يعني تقسيمات وبيئة أشياء أخرى ولكن بشكل عام بشكل مختصر المود معناه يعني حالة الجملة يعني المود مالتها شنوه المود هي من اسمها مود يعني هي بتراهين بين الاسبكت يعني خاصية الفعل خاصية الحدث خاصية انتهى لو بعده شنوه انتهى لا ما انتهى لا مستمر التنز يعني هو الزمن مالته يا زمن مضارع بصير مضارع تام كذا والاخر المود يعني الغاية من الجملة شنوه هل هي الامر يعني مثلا على سبيل المثال يقول لك study hard study hard ادرس بجد كلمة study hard هي هنا راح نقول للمود ما لتا امبراتف ليش لانصيغة امر هذا السجن الاجبار بتاكيف كلمة щرية اللي بيها اجبار proyecto represented Ambacity وال experiments اهم ان يكون عندي منفد علامة ودلالة وعده عن نسسرية او اللي بيحاجر حسب الموجود عندي راح نقوله على المود ماليته مثلا المود ماليته هو اجبار المود ماليته هو مثلا الضرورة او الاحتماليته مثلاً I may study English at London University ممكن ندرس بجامعة لندن أو بجامعة كامبرج هذه احتمالية إذن راح أقول المود مال الجملة اللي عنده هنا ومن يقل لك أنطين المود مال الجملة راح أتقل لها possibility لأن احتمالية هذه الأشياء الاحتمالية وكذا راح نأخذهن بالمحاضرات الجاية وراح تفتهم يعني شوقت تكون احتمالية وشوقت يكون اجبار من راح نأخذ الاوكزيلاريز واستخدامهم اللي هنا مود الفيرت واستخدامهم فهذا هو المقصود بالاسبكت والتنس وإن شاء الله فتمتوا ويسؤال أو استفسار فأنا حاضر إن شاء الله أجاوبكم